هو لي رجل الأعمال في الدرامة المصرية أول غني بصفة عامة في الدرامة المصرية يا تجر سلاح يا تجر مخدرات يا مفتري يا فاسد يا امراته بتخونه يا هو بيخونها أنا بعض دولاتي يعني بغفر 26 مسلسل ما فيش رجل أعمال شريف تقريبا ما فيش رجل أعمال فلوسه دي مش من مخدرات ولا من أفيون ولا من تجارة السلاح ولا من أصار ليس كل الفقراء ملائكة ولا كل الأغنياء شياطين إيه لازمة سيئة جدا أو سلبية لازمة رجال الأعمال دي إنه بقى فيه نوع من القصور الفخمة بقى فيه نوع من الفيلان بقى فيه نوع من حمامات السباحة ورفاهية بيصور لك المجتمع المخملي بطريقة بتستفز شعور المواطن البسيط دايماً بيطلعوا رجل الأعمال إنه هو زعيم العصابة دايماً وراء فساد الواقع بيقولنا إن فيه رجال أعمال على درجة كبيرة من الشرف وعلى العفة وعلى درجة كبيرة من الأخلاق والالتزام والتدين رجل أعمال هو رجل أعمال اللي بيعنده فريق بيلعب لحسابه وبيقدروا يحطوا لك حتة حشيش للحاجات التقليبية دي اللي عيشنا عليها من 100 سنة في السنة دي فيه حالة عامة كده من إنه كل سكان الكمباونز ناس أخلاقياتهم وضيعة في الدراما مش بالكلف الحقيقة بيعملوا ده عشان يطمن اللي ما عندوش فيلا في كومباونز إن انت أحمد ربنا أنت ربنا بقعدك عن الناس دي وأن كل الفقراء أو أغلب الفقراء هم الناس الطيبين الكويسين الحلوين والحقيقة ده منطق درامي خاطئ وأيضا منطق حياتي خاطئ تاب وليه ما يعملوش راجل أعمال شريف وعظيم وراجل خير ويطلع منه نقاط إيجابية أصلا تفيد المجتمع هي الفكرة دايما إنه الدراما ما بتهتمش بالطيبين يعني انت محتاج دايما للأشرار محتاج الناس اللي عندهم كلاكية الدراما وخاصة الدراما الرماديل لا تصلت الضوء إلا على النماذج الفاسدة من رجال الأعمال ما فائدة إنه يكشف رجال الأعمال الفاسدين إيه اللي حيعود على المواطن؟ اللي بيعود على المواطن إنه تقدم له نموذج يحتزى به مش نموذج سلبي المواجهة مع النفس مع أحمد سالم الخميس والجمعة الساعة السادسة مساءا فقط وحصريا على القاهرة والناس أهلا بكم في العاصمة